هذا ويتبلور الاهتمام الحكومي بالقطاع السياحي من خلال إطلاق الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين 2022-2026 التي أكدت أن القطاع السياحي أحد القطاعات الرئيسة الداعمة للاقتصاد الوطني يأتي هذا في إطار خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 لتنويع مصادر الدخل تستمر جهود الوزارات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص بروح الفريق الواحد في جميع المجالات وفقا للتوجهات الملكية السامية والمتابعة المستمرة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطبيق ركائز خطة التعافي الاقتصادي من أجل مواصلة التنمية ويأتي القطاع السياحي ضمن هذه الخطة بتقديمه عدة مشاريع مهمة كمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات وواجهة الغوص البحرية وشاطئ خليج البحرين والواجهة البحرية لساحل قلالي ومسرح الدانة وفندق ومنتج عمانتيز والمدينة السياحية مشروع تطوير بلاج الجزائر ومشروع السعادة وفندق جميرا خليج البحرين بهدف خلق بيئة جاذبة للسياح بمختلف اهتماماتهم السياحية والمساعدة في تعافي القطاع السياحي خطة التعافي الاقتصادي ارتكزت على خمس أولويات وسبعة وعشرين برنامجا تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء حيث ركزت الخطة على خلق فرص عمل وعدة للمواطنين من خلال توظيف عشرين ألف بحريني وتدريب عشرة آلاف بحريني سنويا إضافة إلى تسهيل إجراءات التجارة لاستقطاب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وتنمية القطاعات الوعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي مملكة البحرين مستمرة بعزم منذ فترة الجائحة لحماية المجتمع من الآثار الصحية والاقتصادية ولتزال المملكة تسير بخطاها الثابتة إمانا بعزم أبنائها لتحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر